اشتركوا في القناة وسباق الخيل بالصخير وتأتي هذه التوجيهات في إطار رؤية سموه بإبراز الحدث بأفضل صورة والتنافس الشريف بين الملاك والفرسان لتقديم أفضل المستويات والتطور الكبير الذي تعيشه رياضة الفروسية في ظل الدعم والرعاية التي تحظى بها من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والاهتمام والمساندة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وجاءت توجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد لرفع قيمة الجوائز المالية الخاصة بملاك الخيل على كأس سموه وكؤوس أنجال سموه الكرام حيث سيكون مجموع الجوائز 68 ألف دينار بحريني على أن يحصل الفائز بكأس سموه على مبلغ وقدره 50 ألف دينار بحريني وكان سموه قد وجه بتخصيص جوائز للجماهير كذلك عبارة عن ثلاث سيارات في إطار تقدير سموه للجماهير التي تلعب دورا بارزا في إنجاح مختلف الفعاليات وسجلت حضورها المميز في كافة الفعاليات الرياضية ترجمة نانسي قنقر شكرا